مرحبا برج الميزان أهلا بكم في قراءتكم العمل برج الميزان أول جانب عندنا هو جانب الوظيفة والمشاريع الجانب العملي من حياتك عندنا كرت العالم الخماسيين وأربعة الأكواب دخول لشخص مفاجئ قدوم زائر من البعيد ممكن يكون من دولة مختلفة ممكن يكون الشخص يدخل في حياتك بشكل مفاجئ ويكون في يده شوف في يده هذا الملاك في يده مثل الغصنين أو الصولجانين بما معنى أن هذا الشخص رح يأتي في حياتك ويعرض عليك الكثير من الأفكار والمشاريع اللي أنت تقدر تطبقها رح تنفذ المشروعين الاقتراحين عنده في يده اقتراحين رح تنفذهم وتكون مشغول بتنفيذهم يدك ممتلئة خلال الفترة القادمة هذا الشخص يأتي بنواية طيبة قدومة حسن مثل ما نقول قدمة خير ماديا عليك في حياتك وجوده بركة ممكن يكون حتى شخص قاتلنك من بعد سفر هو اللي أتاك في طريقك هاي الفترة عندنا أربعة الأكواب رح تضطر أنك تبعد أو ترفض عروض أخرى بسبب قدوم هذا الشخص وأنك مشغول بتنفيذ المشاريع معه في الفترة القادمة على الأقل لشهر سبعة خلنا نشوف الجانب المالي اللي هو دائما يكون مرتبط بالجانب العملي من حياتك عندنا الكوب الصغير تسع الأخصان وعشر الأكواب هذا الجانب مرتبط أيضا بالجانب العملي رح أقول لك شلون أول نصيحة لك خلال هذا الشهر أن أنت ما تغير كثيرا من سلوبك في الصرف ومن ميزانيتك اللي أتب العادة متعود عليها حاول أنك ما تدخل مصاريف زيادة خلال هذا الشهر إلا لما تكون مضطر إلا لما تكون شيء لابد منه شيء من الأساسيات ولكن أي شيء من الكماليات تستطيع أنك تستغني عنها حاول قد ما تقدر أن تحط ميزانيتك ومن الحدود اللي أن دائما متعود عليها هذا الكرت يطلب منك عكس المرونة في وضع أو في صرف أمورك في صرف الأموال يقول لك هنا لا تستعجل لا تعتبر أن أنت أي شيء أي مصروف أي شيء يخترب أي شيء تقع عينك عليه لازم تشتريه خلال هذا الشهر العكس أحذر وكن حريصا في صرف أموالك عندنا الكوب الصغير بداية ضخمة يأتي بها شخص من جنسية مختلفة أو قادم جديد هذا كرت العالم شخص قدوم جديد في حياتك ممكن من جنسية مختلفة أو كان موجود في مكان مختلف عنك أنتم ما كنتم موجودين في نفس المكان خلال هذا الشهر تجتمعون وهو عنده محيط من الأفكار والمشاريع اللي يقدر يفتح عينك عليها البداية معاه صغيرة بداية أساسية بداية كأنه حتى مقترحات اللي يعطيكيها ما تتطلب الكثير من الأموال ولكن تتطلب منك الالتزام يا برج الميزان هذا الشخص لأنه قدوم عليك فيه الكثير من الخير والبركة يفتح وراء عشرة الأكواب اكتمال الأكواب كل ما تتمنى من أماني يعني تخيل عندك عشر أكواب عشر أماني دائما يقولون المرض اللي يكون موجود داخل المسباح يسمح لنا بثلاث أمنيات هنا عندك عشرة في التارو أعلى رقم هو العشرة عن طريق كأنما يقول لك هنا عن طريق هذا العرض الصغير حتى لو هذا الشهر أموالك رح تكون شوية تكون حريص فيها أو لا تكون كريم كثيرا لا تكون منفتح على الصرف ولكن كأنما استثمر أموالك مع هذا الشخص في فرص جديدة ممكن تتمي هنا في نمو عندك للأموال تضخم بالأموال تكاثر للأموال عن طريق إذا أخذت هاي الفرصة وطبقتها مطلوب منك طاقة الخماسيين وكا عزيزي برج الميزان هذه هي النصيحة لك فرصة جميلة عشان دائما أشوف في التعليقات الناس يقولون لي والله ما عندنا لا أموال لا أكل لا شيء ولا حتى الشريك هذا الطاقة أنت اللي قاعد تمنع الخير أن يأتيك الخير آرت في الطريق ولكن يتطلب منك طاقتين السعي والشيء الثاني أنه أنت تؤمن أن الخير آتنك في الطريق ما يتطلب منك اليأس أنت كأنما قاعد هنا يتقف عائقا في وجه النمو اللي قادم في حياتك اللي بعدها في الدراسة يا برج الميزان عندنا كرت النجمة عشر الأخصان وأيضا الغصن الصغير عندك كذا طاقة بيج أو الطاقات الصغيرة في بدايات كثيرة أو بدايات ضخمة تبتدتها وها تدخل في حياتك في شهر سبعة دائما نحن ننتظر البدايات الجديدة في حياتنا شهر واحد نعتبرنا أول شهر في السنة ولكن كأنما أنت لما أقول لك هني رقم سبعة واحد زائد سبعة رقم سبعة أيضا يتكرر عندك البدايات الجديدة أنت يا برج الميزان توها انفلاق البذرة عندك راح تكون من بداية شهر سبعة النجمة التفوق اللي تبحث عنه أمنيتك في الدراسة هي قاعدة تطلبك كأنه ما فيه نداء لك هني نداء لازم أنت تلبي ليش أقولك لازم أنت تلبي محتاج منك السعي والعمل لما تقولي والله أنا خاطري أتخرج أنا أحلم أني أتخرج أنا أحلم أني عقب ما أتخرج أحصل على منصب هني تترى يقولك كل اللي قاعدة تسوي الحين من جهود وتزرعها هي اللي راح تأدبك لطريقك تحقيق الأمنية مو شي ثاني مو طاقة التمني أيضا النجمة تنصحك أن أنت مضل في طاقة الأحلام والتمني لازم تطلع من هاي الطاقة وتدخل في طاقة التنفيذ هذه هي الرسالة لك وراها في شخص ثاني في محيطك الدراسي أشخاص ثانين حتى مو شخص واحد مستعدين أن يأخذون أشوف هنا برج الميزان أنت متميز ومتفوق دراسيا أو على وشك أنت تميز في أشخاص إذا أنت وقعت إذا أنت ما حصلت النتائج المطلوبة مستعدين أن يأخذون مكانك ممكن يكون الشخص اللي بعدك اللي يأتي بعدك في النتائج انزل يبون يأخذون مكانك وعينهم على مكانك مكانتك مثلا أنت الأول على الدفعة أنت عندك أعلى عدد أعلى معدل هاي النوع من الطاقة مكانك يتمنونه فإحذر من المت... يعني لا ت... هنا الطاقة تقول لك لا تقلل من قيمة المكان اللي وصلت له في الدراسة وما تهتم فيه ما تظل تتعب عشان تحافظ عليه مجرد أنك مثلا حصلت على أمنيتك مو معناته أنه ما يرح يتطلب منك الكثير من المثال والعمل والاجتهاد عشان تضل تحافظ عليه لأنه في أشخاص ثانيين ينتظرون هاي المكان لأنت وصلت له الجانب الهجرة ستة الخماسيات سبع السيوف هذه الكارت تقول لك ستة الخماسيات ابتدي يا برج الميزان ورتب أوضاعك رتب ظروفك رتب حياتك حتى لأن الموافقة آتية للهجرة أو علاقة للسفر في الفترة القادمة قادمة في الطريق لازم بس أن تبتدي خلاص تحط في عقلك أن أمنيتي قادمة في الطريق وتبتدي ترتب أمورك ولكن أثناء ترتيبك لأمورك لا تفصح عن هذا الشيء لجميع اللي هم حولك لكن للناس تدري أن برج الميزان فلان قاعد يرتب أوضاعه عشان يسافر استعينوا على أموركم بالكتمان هذا الطاقة وأشوف أيضا الشيء الوحيد اللي راح يمنعك الشيء اللي قاعد يمنعك نفسيا أن أنت تحصل على مرادك بخصوص الهجرة أنت قاعد تفكر في الأشخاص اللي راح تضطر تودعهم أو تتركهم ورائك لما تذهب إلى الدولة الجديدة لازم أنت تعامل نفسيا مع هاي الموضوع تدرك أن الطريق إلى النجاح يضطر منك أن تقدم أشياء في لثمن وإن كان افتراق مؤقت عمن تحب كان ما أشوف هنا برج الميزان إذا عندك شخص تريد أن تأخذه معاك إلى ذلك البلد ما راح تقدر حيكون فقط شخص واحد هو اللي يقدر يروح الصحة عندنا أربع الأخصان ووراها كرت التمبرانس كرت برج القوس احذر في هذا الشهر أنه أنت هنا الوقفة الوقفة والحمل اللي تشيله طريقة حتى شلون ترفع الأشياء الثقيلة كأنه ما قاعدة أشوف هنا برج الميزان ما يحاسب ما يفكر شلون تشيل الشي بطريقة ما تأذي ظهره عندك الظهر وهو اللي لازم تحاسب منه هذا الشهر الانتصاب لا يقلون لك في وقفة صحيحة في طريقة صحيحة عشان تحمل الأشياء هذا اللي أتكلم عنه والججمنت إذا عندك أي شيء يقلمك في تورم الججمنت هنا إذا تلاحظ هذا الشخص كأنما يفرق على جسمه نوع من المرهم نوع من المسكن نوع من الفيكس هذا بالضبط اللي تحتاجه خلال هذا الشهر لازم يتراعي صحتك لازم حتى لو تقولي مضطر أني أسوي الكثير من الأشغال ناس ويد اعتمدون عليه ولكن سوى بطريقة صحية ما تأذي عمودك الفقري انزين خلا نشوف جانب القانوني إذا عندك أي أمور حاليا في النظام القضائي أو في المحكمة الكوب الأول تخرج من الموضوع أنت اللي ناجح أنت اللي ربحت تربح القضية كرت العربة كرت البرج السرطان ما دل ليش أحسهني إن الكثير لأنا وراها أيضا خمسة الخماسيات الكثير من الأموال كأن ما في قضية كانت ضدك ولكن الكثير من الأموال رح تحصدها من هاي القضية من هاي المسألة هذه الشغلة الشغلة الثانية في أشخاص هني وهما اللي راح يدفعون لك أشوف هني برج الميزان أشخاص يدفعون لك ثمن غلطتهم ثمن تقصيرهم ثمن عدم درايتهم وفهمهم للعقود والاتفاقية اللي بينكم أشوفك على طول تأخذ هاي الأموال وتبتعد عشان كأنما تسافر فيها أشوفك هنا يذهب للاستمتاع تأخذ الأموال تربح القضية إذا كانت مثلا قضية حضان على طول تأخذ أولادك وتذهبون للاستمتاع أو الاستجمام إذا كانت مجرد أموال وإنت أعدب على طول تأخذ الأموال عندك عندك وجهة هنا أشوف عندك وجهة حاط في بالك هاي الأموال إذا أتتني وبحطها في كذا وكذا أموال كانت مكم متعلقة شخص يدين لك بها طول الموضوع في المحكمة وفقدت الأمل ويأست أنه ما رح ترجع لك فلوسك إن شاء الله النصر قادم القراءة العاطفية العامة حين بسويها بأسلوب الشعر رح حاول أطبقها على جميع أوضاعكم إنتوا بعد اخذوا الطاقة وطبقوها على وضعكم سواء كنتوا من فصلين مرتبطين أو عزاب القراءة العاطفية التفصيلية بعدين إن شاء الله رح تكون خلال شهر سبعة نزل الغزل اللي طلع لك هي برج الميزان هو هذا الغزل غزل 115 أو 115 رح أقرى لك إياه وأقول لك معناه وتفسيره وإذا في أي رسائل أخرى مبطنة أنت تحس بس أنت اللي تفهمها مرسلة إليك خذها من القراءة أول بيت يقول لك يعيب علي الفضولة عربتة العشق وخلاعة القلب ويعترض بذلك على سر من أسرار علم الغيب في شخص اختارك من بعيد يمكن أنت ما تدري عنه نظر إليك واختارك بينه وبين نفسه أنت ما تدري ولكن هذا الشخص دائما يصالف عنك مع قرين له قاعد أشوف هناك أنه ما فيه قرين في شخص يثق فيه جالس جنبه دائما يصالف عنه شوف فلان أنا حاط عيني على فلان هؤلاء الأشخاص أثنين هم يدرون أنت اللي ما تدري هذاك الشخص يعيب على الشريك مالك يعيب عليه ينتقد اختياره لك أنت ينتقد اختياره قوله ليش اخترت هذا الشخص من برج الميزان في أفضل منه اش معنى هذا الشخص لانشهني عندنا يقول سرب من أسرار علم الغيب انجذاب هذا الشخص لك ما يفسر بسبب الأشياء المادية الجسدية بسبب شكلك بسبب طولك بسبب المادة اللي عندك لا في شي من أسرار علم الغيب انجذاب بدون حتى مبرر انجذاب الأرواح وهذا الشخص عنده قرين قاعد يعيب عليه فانظر فليس كما لسر المحبة هو النقص في الذنوب ولكن حيث ما استقر من لا فضل له فلا ينظر إلا إلى العيوب شوف وقل لك شغلة برج الميزان هذه حكمة مو فقط في الحب في الحياة بشكل عام لما الإنسان يكون من داخله جميل حتى لو شي لأمامي قبيح أو شي لأمامي معاجبني ما أتفقويا أرحل بسلام لأن أنا من داخلي جميل من داخلي أنا سلام من أسماء الله الحسنى السلام ما أتفق معه أرحل عنا بهدوء لما تشوف الشخص يسوي ضوضاء ينتقدك ويسبك يطلعك من الإسلام مثل التعليقات شوي اللي نشوفها عندنا وأضطر أني أمسحها عشان ما يضر المتابعين يتأثر على نفسيتهم يطلعونك من الإسلام يدخلونك في الإسلام ينتقدونك ينتقدون طريقة قراءتك ينتقدون موهبتك يسوون نفسهم أفهم منك هذا شي من أسرار علم الغيب ليش أنا الله سبحانه وتعالى يعطيني قبول في أمور يعطيني نجاح في أمور ليش شخص معين ينجذب لك أنت يختارك حتى لو كان في أجمل منك لو كان في أفضل منك هذه أسرار علم الغيب أسرار الروح نحن لا يمكنك تشوفها ولكن اللي تقدر تتأكد منه يا برج الميزان هي هاي الحكمة لأن هذا الشخص اللي ينتقدك لا فضل له يقول لك الشاعر لا فضل له لأنه من داخل قبيح فشي طبيعي لما يأتي بيعطي تعليقة سواء تعليق على فيديو أو تعليق على اختيار الشريك لك رح يكون تعليقها على مستوى جمال روحها أو قبحها كل إنسان يعرض اهني مرآة نشوف فيها داخل روحها عن طريق كلامة منطوقة تعاملها مع الآخرين لأنه يكون داخل قبح الزبلة سواء كان معاي في قناة التارو مع ناس صغير أو حتى في اختيار لشريكه في الحب انزل شريكك لكن أشوف هذا الشخص مو ملتفت له لأنه ما قاعد ينظر إلى الأسباب الجسدية الأسباب اللي تخص المادة الشكل اللون تقييمة يقيمك ميزان الجمال لا ما ينتبه لها الأمور انتبه لك على مستوى الروح مثل ما قلوا لك أوقات احنا نقول ليش فلان جميل ولكن اختار فلانة مثلا فلانة مو جميلة فدائما المجتمع يردد أمثال مثل الغير جميلات حظهم أفضل لا هذا شي في علم الغيب هذا رزق وهك عبير ذكي يفوح من عطر الحورة في الفراديس شنو قلت لك جمال الروح هذا الشخص اختارك على روحك حس فيك بالروح حس ان انت قريب منه ان انت توأم روح لأنها تعطر حبيبة ردائها بتراب حانتنا النفيس شوف الانسان كل ما كان قريب من الله سبحانه وتعالى الله يعطي قبول في قلوب الآخرين هذا الشخص اختارك لأنه حس بداخل قلبه شيء تجاهك أو سيختارك اذا انت لحد الآن ما تشوف شخص بهالمواصفات دخل حياتك يقول لك وغمزات الساقي تنهال على طريق الإسلام فلا يستطيع صحيب أن يتجنب الصحباء وكأس المدى من هو صحيب؟ هنا في تفسير من هو صحيب؟ صحيب أحد الصحابة هنا يقول لك في أمور أنت والشرك أنت وهذا الشخص تقدرون تتجاهلونها في نقل تستطيع تتجاهله ولكن في كل إنسان لحد معين صح؟ في مستوى لحد ما يصير الكلام جداً لاذع الكلام جداً المحاولات الكثير من المحاولات محاولات واضحة للتفريق للتخريب يعني فيه فرق لما ينتقدك يقول لك أنا ما أحس فيه توافق بينك وبين فلان وفيه فرق لما يقول هذا الإنسان ويسبه بس لأنه اختارك لأنه هو إنسان قبيح من الداخل ما يستطيع تشوف الجمال في الآخرين شلون يشوف؟ شلون يشوف أن هذا مثلاً أنت مميز عند هذا الشخص ما يكدر يشوف يقعد يقول هاي مسوي له سحر برج الميزان مسوي لهذا الشخص سحر فهمت قصدي أقول لك وقبول أهل القبول سوري وقبول أهل القلوب هو مفتاح السعادة فلا تجعل الحبيب يا رب في شك وريبة من هذه النقطة اللطيفة المعادة نقطة لطيفة العالم الدنيا تعيش تشوفيها عجب يا برج الميزان هاي الأشكال اللي احنا نتكلم عنهم ما في طريقة أن أنت يختفون من حياتك كل ما تقبلت أنهم موجودين لما يطلعون لك تضطر أنك تتعامل معاهم لما يطلعون لك تضطر أنك تحس فيهم تشوف نقضهم تشوف محاولاتهم للتخريب كل ما تتقبل كل ما صار كل ما طلعت حتى من الشك والريبة الخوف دائما تنظر ورا ظهرك تقول في أحد يحاول يطعني القبول تسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى وأننا نؤمن الخطوة الثانية من أقوب ما نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى نؤمن أن اللي يقول كلمة قبيحة في حقي أو في حقك مو أنا وأنت اللي ناخذ الحق الله سبحانه وتعالى والله احنا نقول ما يضربه بعصى في شيء اسمه كارما في شيء اسمه حوبة كل اللي يقول كلام في غير محلة تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى تفوض أمرك لله يقول لك وراع الوادي الأيمن من هو موسى عليه السلام الوادي الأيمن قصة موسى وراع الوادي الأيمن يصل إلى مراده بعدما يقوم على خدمة شعي جملة سنوات بفؤاد الموضوع اللي بينك وبين هذا الشخص أحس من وقت اللي ينظر لك نظرات من بعيد ويختارك ومر بفترة الانتقاد من هذا الشخص إلى فترة إلى ما يصير التقاء وزواج ورتباط بينكم بعد سنوات ترى هنا الفال صريح وياك مو بين يوم وليلة تستيقظ حباني وخطبني ووافقة والأهل لا بعد سنوات بفؤاد رح تضطر أنك تستنزف قلبك أوقات تنجرح وأوقات تتعب ولكن تصل إلى مرادك بعدين تحصل على اللي تريده وأقصوصة حافظ تجعل الدم يقطر من العيون حينما يتذكر زمان الشباب ووقت المشي كأن ماهني النصيحة الأخيرة لك العاطفية أن أنت يا عزيزي وبرج الميزان لا أي ما نقول لكم عيش في الحاضر لا تفكر ويد في اللي مضى في المستقبل لا تفكر سوري في اللي مضى في الماضي وفي الأمور اللي قادمة في المستقبل خليك في الحاضر الحاضر هو التوازن اللي تحتاجه هذه الشغلة الشغلة الثانية كأن ماهني فيها نصيحة خفية أنت لا تحاول أن تتحكم بالأشياء اللي ما تقدر تتحكم فيها ما نقدر نتحكم بالانتقادات الآخرين ما نقدر نتحكم بمحاولات الآخرين للتخريب للحسد للسحر ما نقدر ولكن لا نقدر نتحكم في إيماننا بالله سبحانه وتعالى تفويض أمرنا إلى الله فهمتوا قصدي الموضوع اللي بينك وبين هذا الشخص موضوع يختص حتى بالروح مو فقط بالحب السطحي وعشان يصير فيه اجتماع طريق بينك وبينه جملة سونوات رح يأخذ وقت مو بين يوم وليلا موضوعكم ولكن لما يصير يكون فعلا مثل ماهني مكتوب مفتاح للسعادة عزيزي برج الميزان هذه كانت قراءتك